لما تكون راجع من بطولة زي كاس العالم للأندية بجلالة قدرها وعظمة الفرق المشاركة فيها وانت بتلعبها وتتنافس معها بطبيعة الحال اللي يخليك تعمل اللي عملته مع فريق زي ريل مدريد وبصفة خاصة شروطة الأول بصفة خاصة يعني انت فهمت زي وبرضه تصد جامد مع فرق تقيلة على مستوى العالم بتلعب مدارس كروية مختلفة المنطق يقول ان انت لما ترجع تلعب مع فرق مستوياتها نسبياً أقل من اللي انت كنت بتلعبهم المفروض ان انت لبقى كعبك عالي عليهم ليه دا ما بيحصلش انا عايز اقول لحدك يعني الاهل اللي بطل أفريقيا عشر مرات بلاعب نادي الهلال مع احترامي ليه لكن تاريخه في الكارة الأفريقية هو لا يقارن حتى تاريخ الأندية السودانية قدام الأندية المصرية ما يقارنش طب ايه الحكاية بقى انا مش عارف ايه اللي حصل انبرح في المباراة لكن انا بقول لحدك التجهيز النفسي للمباراة مع العوامل بقى ان الاهل ليه بربما ما شاهدت كاس عام الأندية فيه مش عارف طبعاً وصلت لأوقات متأخرة يعني اعتقد ان الاجهاد البدني وصل للعيبة الاهل يسافر على طول على السودان يمكن الاجهاد وريحة السفر من مغرب للسودان قبلها طبعاً رقع مصر لكن طبعاً انا شايف ان العوامل دي كلها غير بقى الاداء الفني انا شايف ان الاداء الفني كان فيه حاجة غريبة التغييرات كانت متأخرة شوية من كولر ده الحاجة اللي ممكن اقدر عيبة عليها كولر في الماتج ان التغييرات كانت متأخرة يمكن بعد التأخر الاهلي كان لازم يعمل التغييرات على طول هو استنى شوية وده برضو اثر في نية المباراة الاهلي كان ممكن يرجع طبعاً الكور اللي بتضيع دايماً في كل ماتج بنقول الاهلي عنده مشكلة في الموضوع المهاجم بالضبط الاهلي عنده مشكلة في اللمسة الأخيرة ما ينفعش ان الاهلي يكون بيضيع الفرص دي ده اللي طلبه مرسل كولر من الإدارة ان يكون فيه مهاجم مكويس جداً لأسف مفيش مهاجم جيل حد دلوقتي لكن انا شايف ان الهزة دي لازم تبقى درس لكولر ودرس اللي اللي عيبة ان المتشرة الجاية الاهلي يظهر بشخصيته اللي زهر بيها في كاس عامل اندية وزهر بيها في الدورة قبل ما يروح دارة طالق أفريقيا ونتمنى ان المتشرة الجاية بداتاً من سانداونز يوم السبت والمتش ان شاء الله يبقى هنا في السادس السلام بحضور عشر تلاف متفرج نتمنى ان يكون فيه رد فعلاً سانداونز ومتصدر المجموعة بستة نوعات كسب اول متشين وفريق قوي جداً من اقوى فرق بطولة الوقت كمان مش بس في مجموعة الاهلي ودائماً بيحجر معنا من المتابع اخر مباراة بيننا وبينهم كسبونا هنا في القاهرة رغم ان احنا وصلنا النهائي وهم مستوش النهائي لكنهم كسبونا في القاهرة فانا اعتقد ان الفريق قوي جداً ولازم الاهل يعمل رد فعل بداية من ماتشة اسوان يوم الثلاثة ان شاء الله في الدوري لازم يكون في رد فعل قوي جداً من العيبة ويبينه الشخصية الحقيقة لنادي الاهل